اشتركوا في القناة من احد القمر اللي هو موعد بث الحلقة والقمر رح ينتقل الى برج العقرب في ساعات مساء يوم الاثنين بما ان القمر موجود في برج الميزان معناته هو موجود الآن في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل وراح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة وثلاثة واربعين دقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الاكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد بما ان القمر موجود في برج الميزان معناته هاي افضل فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيره دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزيين البيت او المكتب واقتنا حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهي تاثراتها لغاية يوم 26-11 طبعا بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغدائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا بدهم يحضروا الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية لانهم ممكن يتناولوا ادوية بطريقة خاطئة بدل هاي زاوية على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وبرضو تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات او غرق بعض السفن او نقلات البترول او حرائق او اضرابات في قطاع الصناعة والصحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين بلوتو وطبعا هاي تاثراتها لغاية يوم 22-11 تتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا وسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس منفصلة ايجابية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تاثراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الاموال والاملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب ان الاحساس بالكآبة او الميلة الاعجاب بالذات اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا في زاوية مع القمر وفي زاوية بطيئة اليوم ذروتها الزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المريخ طبعا هاي ذروتها الساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من الان اللي هو موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر عصر يوم الاثنين فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين المشتري وطبعا هاي تأثيراتها يلغاية يوم 25 11 اليوم ذروتها ساعة 47 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش هاي زاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي طبعا اخر زاوية قبل خلو المسار هاي زاوية ساعة 11 و14 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة طبعا تأثيرات هاي الزاوية من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بعد هاي الزاوية مباشرة ببداع خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة 11 و14 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام ساعة 5 و15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعديها في برج العقرب هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار بما انه القمر رح ينتقل في ساعة المساء لبرج العقرب يعني الساعة 15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش معناته بتصير هاي الفترة او الفترة ما بعد ساعات المساء انه منصير اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب انه سيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء ضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء تأمين او عمل تأمين او مراجعة شركات التأمين في هاي الفترة او قراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال هي زاوية بطيئة هي زاوية الاقتران الايجابية بين عطارد وبين الزهرة طبعا هي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم 28-11 ذروتها اليوم ساعة 10 و 54 دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية طبعا بتعزز المواهب الفنية والأدبية فأكثر المستفيدين من هاي الزاوية هم اللي بيشتغلوا بمجال التسويق أو بمجال الاتصالات والسفريات والمجالات الفنية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن اللي هو مساء يوم الأحد ولغاية ساعات الظهر بظل لعنا الأكثر حساسية الكلا والحالب والمثانة البولية اللي أورد الجلد كعرول اللمس البنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية أما من ساعات ما بعد الظهر ولغاية الأيام القادمة بيصير عندنا الأكثر حساسية الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض لبرستاتا عظم العانى والجينات طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية إلا الأعضاء اللي إحنا ذكرناها ومش في فترة خلو المسار أما بالنسبة العمليات التجميل طبعا أي شيء له علاقة بالبشرة أو بالجلد بفضل أنه ما ينعمل عمليات تجميل من الآن ولغاية ساعات الظهر أما بعد ساعات الظهر فما في أي مشكلة بالنسبة للعمليات الجراحية برضو ما في أي مشكلة بأي وقت يدون خلو المسار طبعا يصلح أيضا هذا اليوم لإزالة الشعر الزايد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العقرب معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء 23-11 بيبدأ خلو المسار الساعة 16-15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 8-15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل للقمر بعدها ويستقر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر اليوم انحسار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير 27 يوم نسبة الإضاءة بتصير 12% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 100% القمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب ورح يضل في العقرب لغاية يوم 23-11 والآن سعيد بنسبة 70% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 45% ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 15% عطارة في القوس حتى يوم 16-12 هو الآن سعيد بنسبة 85% ولكن في ساعات مساء يوم الاثنين بيصير سعيد بنسبة 60% الظهرة في القوس حتى يوم 10-12 هي الآن سعيدة بنسبة 45% ولكن ساعات عصر يوم الاثنين بتصير سعيدة بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوتي بيتراجح حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوتي بيتراجح حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة الموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود مقابلهم فعشان هيك بتظل فترة من الآن ولغاية ساعة المساء انه بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحذروا من الخلافات ما الضخم الأمور الطاقتك ما زالت ضعيفة شوي في نوع من أنواع القلق بدك تحذر من العدائية والبلبلة وبرضو مزاجك انت متقلب وعصبي وآي شيء ممكن انه يستفزك أما من ساعات المساء هنا القمر بنتقل للبيت الثامن فبتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية أهم انكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وبتتجاوب معك أكثر بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم انك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة وعذر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم برضو نفس الشيء تركيز على أمور إلها علاقة بالعمل وبرضو بدأ الآن مرحلة المقابلة يعني درجات المقابلة بالنسبة للقمر للكم يعني الاهتمام كله رح يكون بالعمل ولكن الأهم شي أنه تنتبهوا لصحتكم ممكن اليوم تنشغلوا بأمور صحية تتعلق فيكم أو بأحد الأحبة ولكن انتبهوا لصحتكم أكثر وانتبهوا لعملكم وحاولوا أن تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة الوقت لأنه ممكن تتزامن الأعمال أو تكثر عليكم فتضطروا للعمل لساعات إضافية أهم شيء أنكم ما تدخلوا بأي مواجهة أو أي خلاف ما بينكو بينز وملاكو بالعمل وحاول أنك تتأكد من عملك قبل ما تقدم أعمالك ناقصة أما من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد الأمور أو تطرأ بعض البلبلة لأنه القمر رح يصير موجود مقابلك فبدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية أكثر وتحاذر من أي مشاكل لأنه أي شيء ممكن يستفزك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زالت الأجواء على المستوى العاطفي قوي جدا من الآن لغاية ساعات مساء اليوم الاثنين فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم برضو الأجواء جيدة ودعم لكم على المستوى العاطفي والتقرب من الأحبة أو الأبناء أو ممكن يكون في مناسبة أو جمعة أو علاقة العاطفية أو تعزيز العلاقات العاطفية برضو بإمكانك ممارسة هواية أو الترفيه عن نفسك ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على الأحبة أما من ساعات المساء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بتكتين تبول صحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أكثر حاذروا من المشاكل الصحية لأنه برضو ممكن يصير رحية لداء بعض موليد برج الجوزها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية مساء اليوم الاثنين بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية كاجتماع لقاء تصليح ترميم بعض الأعطال نقاش حوار ممكن شيء يلفت انتباهك على المستوى العائلي بدك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي حاول أنك ما تسبب النفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك من أهل العائلة أو من البيت اتفهم مع الآخرين وابقى هادئ حاول تبعد عن المصاريف اللي ما لها أي داعي ممكن تظهر بعض التأخيرات أو المعاملات أو الالتزامات أو الأعطال ومصاريف منزلية أما من ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم مش أنك تلطق الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل كانت عالقة أو كانت مستحيلة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية مساء يوم الاثنين بيظل في عندكم نشاط بالاتصالات بالتنقلات بالحوارات بالنقاشات وعندكم قدرة عالية جدا على الإقناع وسرعة البديهة بتساعدكم وبتنقذكم من كثير مواقف خلال هذا اليوم ولكن ممكن يصير فيه اهتمام كثير بأمور العلاقة بالسيارات أو الأجهزة الإلكترونية وتكثر عندكم التنقلات والاتصالات بشكل كبير أهم مش أنك تتكلم بهدوء وتحاول أنك توضح وجهة نظرك وحاول أنك تبعد عن أي التباسات محتملة إذا كان كلامك مش واضح هاي الفترة في بعضكم رح يكون عنده امتحان وحاول برضو اتركز بشكل جيد أما من ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسع والتفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم مش أنك تتجنب توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا التركيز كله رح يكون على الأمور المالية من الآن ولغاية ساعات مساء يوم الاثنين فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم منكم ممكن حصل بعض الأشخاص على مكاسب مالية بتيجي من دعم عمل إضافي مستردات هبات يعني أو هدايا ولكن ممكن يحتاج أحد أحباكم لدعم مالي أو معنوي حاولوا أن تنظموا أقصادكم وديونكم ما تستخفوا بالفواتير الصغيرة حاذروا من مصاريف استشفائية برضو خلال هذا اليوم أما من ساعة مساء يوم الاثنين هنا بتبلشوا تنشطوا في السفريات والاتصالات والحوارات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أحد الإخوة أو أحد الجيران وبتكثر النشاطات على حسب حق لاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفع أو الدفاع عن حقك والدفع بمصالحك أيضا حاول أنك تعبر عن رأيك بوضوح وصراحة وحاول أنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا قمر ما موجود عندكم فعشان هيك بظل في نوع من أنواع الطاقة الإيجابية العالية موجودة عندكم رح يطرأ تغيير أفضل وأفضل على مظهركم وعلى صحتكم ورح تجدوا حلول لا كثير من المشاكل ومورة اليوم رح يكون عندك نشاط عالي وتنطلق من جديد بتصحيح بعض الأخطاء رح تتغير نظرتك للحياة وممكن تحضر لتغيير أو نمط أو أسلوب جديد أما من ساعات مساء يوم الاثنين بتركزوا على الأمور المالية بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغوا بمصاريفكم وكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة رح تتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية أو فواتير أو تحصيل بعض الأموال برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم ممكن تجد نفسك في موقف صعب من الآن لغاية ساعة مساء يوم الاثنين الأجواء ما زالت ضاغطة لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبدك تكون حذر من كثير من المواقف اعرف أنه أي شخص بوعدك بشيء ممكن ما يوفي فيه بدكوا تحذروا الكلام السيء وتحذروا من تقلب مزاجكم حذروا من تراجع الصحي لبعض موليد برج العقرب تعتبر هاي فترة ضاغطة بشكل كبير أما من ساعات مساء يوم الاثنين وما بعد بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم بتستعيد حماستك وبتنهمك في إدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر بلش يقترب من بيت متاعبكم صحيح أنه ما زالت الأجواء جيدة من الآن ولغاية ساعات المساء أنه ممكن تلتقوا الأصدقاء أو تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم أو يتوجه لك دعاوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء الأصدقاء ولكن حاول قدر الإمكان أنك تبعد عن القرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من بعض الحوادث اللي ممكن تكون أثناء الحركة أنك ترتطم بشيء أو تتعرض لإصابة فبدك تكون حذر أكثر خلال هذا اليوم وحاول أنك ما تفرض سلطتك على الأصدقاء من ساعة مساء يوم الأثنين بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر سيصير موجود في بيت المتاعب حاولكم ما توقعوا على العقد ما تبدأوا عمل جديد تعتبر هذه فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وتعدوا عن الأضواء لا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وإحذروا من البلبلة والالتباسات برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا تنجحوا برضو اليوم في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وعلاقاتكم مع رؤساكم بالعمل وبظل الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيدهم يقدموا طلبات أو عندهم أشياء لها علاقة مع المسؤولين وبتفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع عندكم فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم ممكن تتلقى إشارة أو ممكن أنه يصير بعض الإيجابية ولكن دون تشوية السمعة دون مجازفات دون مغامرات دون مخالفة القوانين أما من ساعات مساء يوم الاثنين النشاط رح يصير اجتماعي أكثر فرح تلتقوا لأصدقاء ممكن تبادروا لملاقات الآخرين ممكن اليوم يعني يكون في جمعة أو اتصال من صديق قديم بيطمع عن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شي أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات إن أردت النجاح برج الدلو بالنسبة للموليد برج الدلو طبعا بيظل النشاط على مستوى السفر والاتصالات والتعامل مع الأجانب والامتحانات الجامعية وأيضا على مستوى التجارة والقضايا القضائية تقدر اليوم تطلب رأي الشريك حاول أنك ما تتمسك بقرارك يعني استشير أهل الاقتصاص ممكن تنشغل بمسائل مالية أو بعض الأمور الصحية باستطاعتك بحث موضوع بيتعلق بقرض أو تمويل الأجواء تقريبا داعمة على مستوى الأوراق والمعاملات القانونية أو المراسلات الخارجية أما في ساعات مساء يوم الاثنين وأنا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنه ما تضعفوا وما تجازفوا بسمعتكم حاول أنك تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع يعني بصير فيه نوع من أنواع القلق أو التوتر ابتداء من ساعات المساء في بعض المسائل برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن عشان هيك التركيز كله راح يكون على الأمور المالية المشتركة ممكن تنهمك في عادة تنظيم أموركم المالية أو ترتيب وضع مالي أو بنك ضريبة قرد سداد ديون تحصيل أموال أهم شيء أنكم تتحذروا من توجيه أي كلام جارح لأي شخص أو كلام بغير محلو اليوم محتمل أنك تواجه خصم وشوي تشتد المنافسة بينكم فبدك تضبطها صابق قدر الإمكان حاول أنك تبعد عن المصاريف اللي ما إلها أي داعي أما من ساعات مساء يوم الاثنين فبتتغير الأجوال لصالحكم أكثر يبتنشغلوا في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التعامل مع الأجانب أو دراسة وتحضير لامتحان جامعي يعتبر هذا يوم مناسب أساسا لها إجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأوا عمل أو دراسة جديدة أو تناقشوا موضوع فحاولوا أنكم تناقشوا واثقتكم بأنفسكم الكبيرة وناقش بقوة وذكاء وتجرى على أي شيء لأن الوضع رح يكون لصالحك فما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء